السلام عليكم و مرحبا بكم فيديو جديد و مرحبا بكم ايضا على القناة شفسو هيلان كانت من الفيديو يلقاكم في احسن اهوال انتو مكتشاهدوا هذا الفيديو هذا و هدي نقدم لكم واحد الحلوالي رائعة جدا صراحة نطلبوها مني بثف بثف منكم لا في الانستغرام ديالي ولا على الفيسبوك صراحة هدي مطلوبة و كي حمقوا عليها سيختول تليانة ديالي اللي كاتجين ما شاء الله رائعة كالدوفلي تقبل فم كي ملاحظو صرا امامكم واضحة غدي نوجدو الطريقة ديالها اللي بسيطة جدا ببيضة واحدة و هنتو ما تلاحظو معي كيميا ما شاء الله خمس و ستين حبا كانت منت اكتروا لي من العدد ديال لايكات هكا لتعم الفائدة لا تنسوش تخليوا لي كومنتير هكا لي صراحة دائما كيف يفرحني و بداوب المقادير عندي حبابيض عندي 80 جرام من سكر الخاشر و عندي كسل لارب ديالسيت خمارة واحدة وزنة 8 جرام 125 جرام ديال زبدة ثلاثة لمعالق كبار ديال كاكا ما يعدينها 21 جرام و عندي بلعقة صغيرة ملقه وتريعة الدوابل لغادي نضيف لها ملعقة من الماء البارد لغادي ندوبها و فقط كي بقلنا الدقيق على حسب الخريط ديبا نقول لكم شحل دخلنا بنسبة لطريقة جيد سهلة وبسيطة كندوب و دك القهوة تريعة الدوابان مع دك معاقة ديال الماء باش كي سرع لنا هكا و كي ما قلت لكم بنسبة للسكر غيقلوية شحل جرام فيها 80 جرام ديال سكر و 80 ميليليتر ديال زيت كي ملاحظو غادي نبدو على بركة الله كنكبو دك الملعقة ديال القهوة تريعة الدوابان ممكن لسيغناء عليها لما يحبشنك هاد القهوة كنضيفو دك مية وخمس عشرين قرام ديال زبدة او ممكن ديرو حتى مية وخمسين قرام ديال زبدة و ممكنش اشكال بالنسبة النوعية ديال زبدة عندي زبدة ديال البواطا او زبدة ديال الاكل ممكن ديرو المارغارين او ممكن ديرو زبدة من نوع الجيد عندي دك تقريبا نص كاس ديال السكر الخاشين اي السكر الحبيبات يعني باللغة الداريجة ديال السكر سنيدة اللي بطبيعة الحالي كتكون رقيقة لكن تغليدها ممكن تحنوها شي شوية من بعد كنضيف هنا يدك كاس اللارب ديال زيت النباتية بطبيعة الحال ويلا كنتو غديرو يعني زبدة من نوع ممتاز كتنقصوا كيمية ديال زيت هذه معروفة لانو الزيت زبدة كتكون ميت دماء بزف 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 سوف نخلطو بهذا الشكل هذا ضروري انه زبدة تكون الحرارة المطبخ والبيضة حتى هي سوف نخلط هكا الكل بيت الشكل هذا هانتو ما كما لاحظون من بعد غدين ديرو حبا بيت طبيعة الحال دائما كان قولها كان هرسوها في شي تبصيل عد باش كان ديروها باش كان تأكنو انها اه مزيانة وما كان ديروش للبيضة البنات الى البيض ما كان ديروش الى كان بارد لانو كيخصر لنا الحلوة من الافضل الى كان عندكم البيض في التلاجة وكان سوف تسخن الماء وغطسوا البيضة تقريبا دقيقة او لا جوجد غير بما تسخن تحيد من تلك البرودة تلاجة وتستخدمها كذلك الزبدة إذا كنت تكون في التلاجة إذا كنت تطيبوش حاجة حتى الفورن كتخلي واحد الفورن باش كتلق شوية راسخة وهكا كتسهل عليكم العملية ديال الخدمة ديالكم صفي من بعد انتم كما لاحظوا غدي خدمت هاد المكاونات كلها وغدي نضيف ثلاثة لماع الكبار من الكاكاو من نوع جيد بالنسبة للكاكاو دوق اللي كيكون بني طيلا ما كانش عندكم هادا كتديرو ديال اللي ساشي كتاخدو ثلاثة ديال اكياس ديال الكاكاو كيما قلت لكم الوزن ديالو واحد وعشرين قرام بالنسبة للاخوات اللي كيبغيوا القياس صافي انتم كما رحتو هنه هاي في هاد المرحلة هادا غامقا نضيف الدقيق بالنسبة للدقيق هتحتاج ديال ربعمية وخمسين جرام حتى الخمسمية جرام ديال الدقيق على حساب النوعية ديال الدقيق اللي كتتسخدمه كنضيف الدقيق تدريجيا بها الشكل هادا ما كان بلغوش يعني ما كان كبوش للخل اللي الدقيق يعني مدفعة واحدة لانه يقدر تنشفلينا وما يكونش عندنا لها الحل طبيعة الحال ذاك ساعة مني كان بقوا نزيدو السوائل ولهذا كتخسر لنا العجين فلهذا كنضيفو واحدة كنكملو اننا دخلنا الكيميا اللولا وكنتأكدو اننا غن ندخلو الكيمية ثانية عاد باش نزيدو من بعد انتمكن ما لاحطون هي في الدفعة الثالثة غن نضيف الخميرة دائما كنخلطوها مع الدقيق وبطبيعة الحال بغيتو الحلوات تصدق لكم مليون في المياه اي حلوة كتغربو الدقيق جوج ديال الخطرات او حسل تلعظة طفي من بعد كي ما شكلت العجينة بهات الشكل هادا ما كتكونش خفيفة وما كتكونش قصحة يعني كي سهل اننا نشكلوها سوف نشكلها على الشكل دوائر او اصابع طوال ولا اي حاجة بغيتو كم قن كركبها بهات الشكل هادا بالنسبة للوزن ديالها ما كنكبرش بزاف لانه بقي كتكبر ليه في الفران وباقي غدي مرمضها دينكي هادا كي يجيني الحجموه هاداك هنا بالنسبة للقياس تقدر تكون 1 ربع عاجزة ال 15 القرام بهات الشكل هادا انا درت عيني ميزاني واجبت الحبات يعني القياس واحد نضيف الوضع الوضع نضيف الوضع نضيف الوضع نضيف الوضع نضيف الوضع نضيف الوضع تبقى سطورة الاخراني لكي نشعل الفران و تبقى ندخله كما لاحظتم كما لاحظتم كما لاحظتم كما لاحظتم تبقى ندخل نشاته الازد نضيف ملعقة كبيرة من الكاكاو نضيف ملعقة كبيرة من الكاكاو نضيف ملعقة كبيرة نضيف ملعقة كبيرة نضيف ملعقة كبيرة نضيف م testament نضيف ملعقة كبيرة نضيف ملعقة كبيرة الماء الزهر نضعها في الكوك مباشرة نضعها في الكوك نضعها في الكوك مباشرة بش نربضها بهذا الشكل هذي كما غادي تلاحظو خليكم على فيديو نضعها في الكوك نضعها في الكوك نضعها في الكوك نضعها في تبصيل تقديم أسنقل نضعها في الكوك نضعها في الكوك نضعها في الكوك و هذا هو الفيديو دي اليوم كنتمنى الفيديو نادي اعجبكم بصحة و راحة ولا اعجبكم الفيديو ما تبخلوش عدية دائما باللايك والاشتراك في القناة باش وصلوا بجديد الفيديو هات ان شاء الله الجاية بسبب طريقة الاحتفاظ دابل جو بارض يعني ما انكم مناش تخافو كتدروها في البواطن وكتخليوها في البلاكار وليش حاجة هكالي كتقوم في هال كي يجي هال هوا هكا ما غدا يوقع لها حتى حاجة بالنسبة للناس اللي بغوا ديروا كميه كتيرا كي يحتفظوا بها في المجمي وقت ما بغيتو كتاخدو حل كميه كترشح بحالي الله صوبتوها وبالنسبة للبنات اه صراحة غيخ لما بالطريقة هذي للماء الظهر دارو يخصوا يغلى باش ما يتخسرش ديكم او تغمل ليكم الحلوة ديكم وهذه هي الطريقة ديالي و نشكروا بسافة لحوص المتابعة و الى اليقان